وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 584 قضية تموينية مسندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 320 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 52 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأسعار رسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 250 طن أما في مجال البيع بأسعار رسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 8 طن وإلى مجال البيع بأسعار رسمي لمواد البناء حيث تم ضبط 10 طن أسمنت كما تم ضبط 395 قضية من بينها 129 قضية خبز ناقص الوزن و75 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز وفي مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 388 طن